ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي والسند الأول للمرأة التجمعية داخل الحزب هو السيد الرئيس عزيز أخنج ونحن نفتخر كلنا بأننا ننتمي لهذا الحزب سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس والإكرهات فجأتني بالجواب جريء هذا هو الفرق لن أقول لكم ولكن هذا هو الفرق لا يمكن أن تصير نساء لا يمكن أن تصير ذلك لا يمكن أن تصير السيد الرئيس ستستطعت أن تعمل فهي تحجى التي ترأسنا ولكن بالتفكير بالتفكير ستستطعت أنها ترفع من المداخل ما هي المشاكل التي لديك قلت لديها المشاكل أنا اليوم ستعمل في التاريس في المدينة كانوا كرياء كانوا كرياء في المحكمة لأننا نرفع من الكرياء سيد الرئيس هذه النساء التي لم يكنوا في التدبيق الجماعي ومن تعطيتهم فرصة بالحزب تحت اللواء الحزب حاول أن يعطوا أحسن ما لديهم هناك مجموعة الأشياء التي تقلت داخل الورشة والتي هي كلها إيجابية أنا لم أجد شيئا سلبية التي سنصل لك من غير أنهم فرحانة أنهم تنتمون الحزب في التجموة الوطن الأحرام وصراحة كين الدعم المنسقين ديالهم وقت قولها تقول نحن راح من مورانا الدعم للحزب من مورانا الدعم المنسقين ديالنا وبأن المسائل كلها إيجابية إلا إلا كين واحد فئة واللي هذا المشكلة الجميع وكان معنا السيد الوزير للفلاحة وكان واحد تفاعل إيجابي ما بين مجموعة نائبة رئيسات في العالم القراوي واللي كانوا تهضروا على المسالك الطرقية تهضروا على الندرة تهضروا على التسيير تهضروا على المسالك كان مجموعة المشاكل من طبيعة الحال مقدور عليها واللي نعمل جميع الشيء الوحيد الذي يطلبه مننا السيد الرئيس هو أن يكون واحد تكوين هذه مجموعة الرئيسات ومجموعة النائبات الرئيسات والرؤساء التي تضع لهم شيء من تمييز السيبي ويطلبك أن السيد الرئيس أنك تشوف من الحالات ونجمعنا جميع الحالات التي كانوا حاضرين معنا والتي تتكلموا عن تمييز السلبي بحيث أن مجموعة النائبات التي هم نائبات الرئيس بدون مهام لكن لا يوجد أن تفوض لأنها مرأة ونعرفك سيد الرئيس الحكومة ورئيس الحزب أننا كم المدعمين للمرأة إذا نحن هذه النقطة لنا أخذت اسمية الجماعات والتي هم رؤساء من التجمع الوطني الأحرار لتعطي المرأة الفرصة لتعطي لها الفرصة لتعلم فيما بيننا نحن مع بعضنا لكي نتعلم من طبيعة الحال سيد الرئيس يريدون تكوين فيما يخص الميزانية وتصير الميزانية الجماعية لأن يكون لديهم لكي نحافظوا على هذه الرئيسات وممكن أن نعطي لهم تكوين في هذا العطار بالأضافة لها مسألة مهمة جدا اليوم سيد الرئيس سيطلبك النساء التجمعية الذين كانوا حاضرين معنا في الورشة أن نعطيهم فرصة في الولايات القادمة اليوم هما نائبة الرئيس وتقول لك واحد سيدة قالت واحد الكلمة من سيديحيا الغرب قالت واحد الكلمة اللي بالدارجة العربية اللي مبقيتش عقل عليها ولكن تنطمنا نطقها مقدة نحن تحسبونا الرجالة مطر دي الانتخابات نحن رمشين مطر انتخابات نحن نساء عندنا كفاءات عندنا قدرة على العطاء عندنا القدرة أننا نسير المجالس ترابية بغينا نتعاملوا وكأننا كائن يحترم إذاً هذا الطلب للأخوات السيد الرئيس ما نطولش لكم شكراً جزيلاً من طبيعة الحال كل الطلبات لكم أخواتي سنعطيها بأمانة السيد الرئيس شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً